have وhave got تستخدم للملكية والعلاقات والأمراض ما في فرق بالمعنى بين have got وhave الاثنين نفس المعنى مثال للملكية they've got a new car بهذه الجملة دمجنا they وhave حتى تصبح they've أو نقدر نقول they have a new car مثال عن العلاقات Lisa's got two brothers أو Lisa has two brothers مثال عن الأمراض I've got a headache أو I have a headache طبعا لا يجوز استخدام الاستمرارية في هذه الأحوال مثلا ما يجوز نقول they are having a new car لازم نقول they have a new car في الماضي نستخدم had مثلا they had a new car يوجد طريقتين للأسئلة والنفي للأسئلة أما have you got any questions أو do you have any questions وللنفي إما I haven't got any questions أو I don't have any questions لو ردنا نكون سؤال أو نفي بصيغة الماضي نستخدم did و didn't مثلا did you have a car when you were living in London I didn't have a car أحيانا لا يجوز استخدام have got ولازم نستخدم بس have من غير got عادة يكون هذا الشيء إذا نتحدث عن حدث هذه بعض الأمثلة لو حبيتوا للطلاع عليها بس خلينا نشوف في الجملة sometimes I have a sandwich for my lunch في هذه الجملة لا يجوز استخدام have got و نقول sometimes I have got a sandwich for my lunch هذا الشيء غلط ملاحظة مع هذه الحالة يجوز استخدام الاستمرارية عكس الأمثلة ذكرناها في بداية الفيديو created using Paltoon ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة